طيب هذا هذا رأى في المنام جربوع يعني يعظه أو يلحق في المنام فخاف منه وجلس هذا قد يكون يعني الشيطان من الشياطين يحاول أن يلعب عليه في المنام ويحاول أن يعني يسبب له خوف وهلع ودام أنه يعني صحب من منامه وهو مفزوع فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء قبل أن ننام أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ومن همزات الشياطين وأن يحضرون هذا إذا كان شيطان فيجب عليها أن يقرأ التكسي قبل أن ينام وإذا كان إنسان فهذا رجل مراوخ ويحاول يسبب له بعض المشاكل والعلم عند الله نعم نعم هذا رأى في منامه أن هذه إمرأة رأت في منامها أن إنسان يقرأ عليها صورة القارعة وتحاول وكانت تردد معها وتحاول أن تعرف من هذا الشخص ما استطاعت صورة القارعة اسم القارعة اسم من أسماء يوم القيامة وسميت القارعة بأنها تقرأ القلوب في الصدور من شدة الهول نساء الله السلام والعافية وأن يؤمننا وإياكم فقراءتها في المنام يدل على وقوع مشكلة تقرأ قلب صاحب الرؤية إيش هذه المشكلة نقول لصاحبة الرؤية إن كان عندك بعض الأمور من المشاكل والخفايا والأسرار وتخشين أنها يعني تظهر للناس فاتق الله في نفسك وابتعدي عن هذا كله حتى لا يأتي يوم تخرج الأسرار والعلم عند الله معنا شوك تفضلي ألو تفضلي يا شوك السلام عليك السلام رحمة الله يعطيك العافية الله يعافيك ما أدري يا شيخ خالتي حلمت بحلم هي رفيجة الوالدة بالأساس حلمت حلم إنها قادت تتحنى في البيت والبيت أساساً قاعد يترمم بعد ما حطت الحنى على رأسها أخذتني وحنتني وتحت الدرج قاعد أساساً البيت فيها دام تطلعها نفسها سود كبار طيب طيب كم بنت مزوجة في البيت واحدة أمك كم عمرها أمي بعدوز دلت 43-45 في مجال تحمل أم لا والله ما أدري طيب وضع الحنى في المنام يدل دلالة واضحة على الزينة والزينة إذا وضعتها المرأة المتزوجة يدل على حملها ومحبتها لزوجها وقد تحمل أمك والعلم عند الله أن كان فيه مجال وأما لك أنت يا شوق وضع الحنى يدل على الزواج قال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أما بالنسبة للخنافس في المنام فسر بشيء بالنساء حاسدات ضعيفات حاولون يسبون بعض المشاكل أو هذا نوع من الحسد والسحر فخلوا بالكم قد تكون فيه مناسبات سعيدة قادمة لكن بعدها فيه عبث من بعض النساء الحاسدات يقول سبحانه وتعالى ومشر النفاثات في العقد